استهدفت ميليشيات ايران الحوثية يوم امس احدى مدارس مدرية حيران شمالي حجة بصاروخ باليستي وقالت مصادر محلية ان الميليشيات الحوثية قصفت مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة الدنانة في مدرية حيران والحقت بها اضرارا كبيرة وكانت ميليشيات الحوثي قامت في الثاني عشر من فبراير الجاري بتفجير مدرسة 26 سبتمبر شمال مدرية حيس بمحافظة الحديدة وحرمت مئات الطلاب من حقهم في التعليم شاروا الى ان ميليشيات الحوثي الارهابية عمدت منذ انقلابها الى تدمير المنشآت التعليمية من خلال التفجير والقصف وتحويل بعضها الى ثكونات عسكرية وسجون بالتوازي مع تغيير اسماء المدارس التي لم تقم بتفجيرها وفرض فكرها الطائفي بقوة السلاح ترجمة نانسي قنقر